وأعظم الكلام الناسه ده كلام عفوي وطبيعي جدا جدا دكتور ضاحي زي ما سمعنا مع حضرتك المشاهدين لازم أسأل حركة على التكلفة يعني أن تتقدم خدمة بهذا القدر مركز أورام 70 مليون واطن تقريبا منهم غير قادرين تماما منهم أطفال تقريبا التكلفة كانت أو الميزانية المرصودة للتأمين الصحي كانت أنا عايز أقول حضرتك أن الجزء المالي في الهيئة العامة للتأمين الصحي من ضمن الأقسام اللي حصل فيها تطور كبير جدا يعني من عشر سنين فاتوا كانت ميزانية الهيئة تقريبا واحد وستة من عشرة مليار النهاردة بعد عشر سنين احنا بنقول أن ميزانية هيئة التأمين الصحي تقريبا 34.8 مليار دي ميزانية 23.24 مليار حوالي 35 مليار جنيه جنيه مصري بالزبط العام المالي الحالي عشان 23 عشان 24 23 عشان 24 بالزبط الرقم الحقيقي ضخم ما أدرش أقول قليل لكن إلى أي مدى حرشها في الـ 35 مليار دول ممكنينك أنك تأدي الخدمة المطلوب الحمد لله الخدمة يعني بتؤدى وعايز أقول حضرتك يعني لو جينا نمسك جزء زي جزء الدواء مثلا زيادة الدواء اللي حصلت في الأربع خمس سنين اللي فاتوا زيادة والسنة دي مثلا بالزبط تعدت الزيادة من الأربع سنين لغات السنة دي تعدت تقريبا حوالي فوق الربعونية في المية زيادة بالزبط يعني الدواء كان الانفاق على الدواء في هيئة التميين الصحي مثلا مليار مثلا مليار واثنين من عشرة السنة دي الانفاق على الدواء 9 مليار جنيه مصري 9 مليار جنيه على أدوة تأمين الصحي بالزبط ده لأن فيه إجراءات إحنا خدناها عملنا تطوير للبروتوكولات الآلاجية دخلنا أصناف أدوية جديدة تتماشى مع طرق العلاج العالمية في حاجة زي الأورام زي التسلب المتعدد المتناثر زي الأدوية الجينية والأدوية البيولوجية دخلوا السنة دي اللي فاتوا منظومة التأمين الصحي التأمين الصحي التأمين الصحي الأمراض الوراثية إحنا دخلنا 19 مرض وراسي لفحص مبكر على الأمراض الوراثية ويدينا علاج الأمراض الوراثية الجينية طورنا العلاج طرق العلاج تتماشى مع الأساليب العالمية زي مثلا علاج القلب سمومات القلب بدون جراحات عن طريق الأسطرة زي الأجهزة المحفزة لعمق المخ ده أجهز لوحده ده بتكلف تقريبا حوالي مليون و740 ألف جنيه تقريبا في الوقت الحالي أدوية الجهاز المحفز العصب الحائر دي كلها كانت خدمات متوقفة ما كانتش ضمن مزال التأمين الصحي مع تطوير المنظومة وتغير رؤية الهيئة بدأت كل هذه الأدوية وهذه التداخلات الجراحية تاخد طريقها للوصول للمواطن المصري منظومة قام الانتظار على سبيل المثال التأمين الصحي منتفعين التأمين الصحي تقريبا تم إجراء ما يقرب من 790 ألف عمليات جراحية في منظومة قام الانتظار بتكلفة عدد السبع مليار من يوم بداية المشروع من بداية المشروع من سنة 2017 علاج الفيروس سي بالنسبة للأطفال تقريبا احنا كشفنا على 12 مليون طفل بتكلفة عدد النصف مليار جنيه مصري الكشف مبكر على السمع الفيروس الأول السمع السمعيات طبعا تركيب القواقع وده بيتقوم به هيئة تأمين الصحي فقط لأن زي ما حضرتك عارف أن الطفل منذ الولادة لغاية سن الجميعي تحت مظلة التأمين الصحي مضبوط فالسمعيات بالنسبة للسمعيات ووسائل السمع تقديم مسائل السمع زراعة القواقع تكلفة القواقع الوحدة تمانها حاليا 170 ألف جنيه مصري بيتحمل منها ولي الأمر أي شيء لا يتحمل ولي الأمر أو المواطن أي شيء سوى الاشتراك الرمزي اللي قلت لحضرتك عليه سابقا هو المنزانية احنا طبعا هيئة اقتصادية فيه نوع من أنواع الحوكمة والتصميم على تحصيل الإعراضات في الفترة الأخيرة قدت إلى زيادة الإعراض للهيئة بالإضافة إلى استثمار جزء من أموال الهيئة فيه سواء إذا كانت شركات أو استثمارات بسندات بنكية فده بيدي إتاحة نحن نغطي عشان تستمر يقدر يجب فيه عائب مش بس المقصصات الحكومية الـ 35 مليار لكن ممكن قدر استغل الموارد بالزرع ترجمة نانسي قنقر